السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخبابي عملين ايه شايفيني التحينة اللذيذة اللي احنا عملناها في البيت دي بمكونات بسيطة جدا جدا عندنا هنا كوباية سمسم متحمص كوباية سمسم ابيض نصف كوباية سمسم ابيض هنحطي حبة حبة في الكبرة بتاعتنا او مطحنا بتاعت الخلط وهنعمها جميل جدا بالشكل ده اهو ونفضيها بقى في طبق لحد ما ايه وننزل عليها بكل الكمية وننزل حب حب بالشكل انتشي فينه ده الريح يا جماعة مش قادر اقول لكم ريحة السمسمة ومطحون حلو قوي تحينة دي بقى تنفع للمشاوي تنفع للحووشي تنفع لصرات تحينة جنب السمك مفيش غنى عنها وخصوطا احنا بقى في العيد او كده نحب نعم المشاوي ونعمل بقى سطحينة جنب الاكل تبقى حاجة جميلة جدا طبعا كل حاجة غليت احنا قلنا نعملها في البيض نكوانة ببسيطة زي كده جميلة اوي 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 فعلا تحفى طعم وقوام بشوفوا بنفسكم هننزل بقى كده بكل التحين دي قذي سر الاسمسم وهنطحن بقى للحووشي سمسم الابيك هايز انت اعملوها بسوداني مفيش مشكلة هل انت اعملوها بسمسم والسداني اتنين زوى مفيش مشكلة خالص زي ما تحبين اتحين يا جماعة في منها بسوداني في منها بسمسم كلنا عارفين فالحاجة اللي انت حبيها اعمل ايه وكل خطوة بسيطة جدا ولزيزة تعمل في البيت وبعد كده احبا بقى تعمليها تغلي شوية ماء على النار ولمون بقى كده وشوية التوابل بتاعتي هتعملي احلى طحين هنا هو اهم حاجة عشان بروس الخلط بتاعنا احطينا شوية زيت زي ما انت شفتوا في البداية وبعدين هينزل عليها بالخالط كله اللي حان تحولناه طيب السمسم ننزل بكل السمسم واحدة واحدة كده حابة حابة لشان ما يقاش مننا اي حاجة وبعد كده ننزل ببقية كمية الزيت لو حاسية تينية محتاجة خينة جدا محتاجة حابة زيت حطتها عادي زيت اصلا يعتبر عامل بيحافظ من مواد الحافظة على الحاجة يعني احنا نحطه في التحينة بعمل بحافظ عليها نحطه في السلطة نفس الكلام بصوا يا جماعة تحينة ماشاء الله بصوا عمتلينا برطمان كامل كبير وكمان بقى حابة هنحطهم دراسة كباية بجد جميلة جدا جربوها هتعجبكوا اوي 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 وياريت الاول مرة بيشوفني ياريت اعجبوا الفيديو واشتراكوا لايك وشاير فيديو وتفرجوا على الفيديوهات هتعجبكوا جدا هنا بقى بقى حابهم هتخو صورة طبعا هننزلهم في كباية اهو بالشكل ده بصوا جماعة ما شاء الله القوام يعني حلو ومش مكتل ونعم وجميل بجد بطريقة التحينة دي من انجح الطرق جميلة هتعجبكوا لازم تجربوها وانا بس انسيت اقول لكم انت بدي في بس زر الملحة بسيطة جدا مع الخالطة وبيضرف خلاط واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة